اهلا وسهلا مشاهدين الكرام في برنامج ضيف انفاس نصرف اليوم الحسين اليمني وذلك على ضوء انتخابه لولاية تانية كاتبا عاما للكونفدرالي الدموقراطي للشغل بالمحمدية ومناقشة الوضع العمالي والنقابي بمدينة المحمدية والتدبير الجباعي بالمدينة الى جانب مستجدات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات ومحاور اخرى اهلا وسهلا الاخليماني مرحبا بك شكرا سياريلي وشكرا الاستضافة لكم مجددا لهذا الموقع الصعيد والمتمييز والملتسق بخضايا الامة والشعر المغربي شكرا جزيلا سياريلي بداية تم تجديد التقى فيكم للولاية تانية كيف مر المؤتمر الاقليمي السادس للكونفدرالي الدموقراطي للشغل بالمحمدية ومؤتمر الاقليمي السادس للكونفدرالي بالمحمدية كان الحرص ديالنا للكونفدرالي المحمدية على اساس ان العقيدة في وقته القانوني من بعد اربع سنوات بالتمام وكانت فرصة للمناقشة ديالتجربة ديالربع سنوات الماضية وكذلك تجديد التعاقود بين الكونفدراليين وكونفدرالي المحمدية لمواصلة مسيرة الدفاع والصمود من اجل قضايا ديال الطبقة العاملة التي تلتحم بقضايا ديال الشعب المغربي بشكل عام مؤتمر مورسة فيه الديمقراطية بازكاء او احلى حللها وكان فيه الحق ديال للكونفدراليات والكونفدراليين يعبروا على رأيهم بكل ديمقراطية وبكل حرية وخلوصا مؤتمر لانتخاب مكتب اقليمي بـ 25 عضوان وبنسبة الجديد الـ 76% واللي في حوالي 40% من النساء ومن الشباب وبمتوسط عمر ديال الـ 41 سنة وبتجربة نقابية لا تقل على 15 سنة اذا هذه العسرة ديال هذا الفريق وحنا في الكونفدراليات النقابة لا تتلخص في الكاتب العام بل انه الكاتب العام عنده دور ديال التنسيق وديال تجميع ديال المناقشات داخل الاجهزة التنفيذية ديال النقابة واللي دور ديالنا هو اندفعوا بهذا المسلسة ديال الكيفاح كما قلت وهذا الجديد الالتقافية اعتقده بانه تكريف قبل ان يكون تشريفا احنا في الكونفدراليات ما عندناش هذا مسترح ديال التشريف وانما كما يسميو احنا هذا تقليد ديال طبقة العاملة كيتلاح علينا ونسأل الله التوفيق والسداد فهذا المهمة بانسبب المستقبل وان نواصل مسيرة الكيفاح والصمود من اجل القضايا ديال طبقة العاملة ومن اجل القضايا ديال الشعب المغربي بشكل عام لانه احنا جزء من نظار ديال الكونفدراليات الديمقراطية بشكل عام التي تناضل على الواجهة الديمقراطية وعلى الواجهة الاجتماعية سليماني ما هي اهم القضايا التي تعاني منها الطبقة العاملة في المحمدية والقضايا ديال الطبقة العاملة في المحمدية لا تختلف على القضايا في المغرب بشكل عام الذي يعانيه العمال والأجراء بشكل عام هو انتشار للعمل خارج القانون ومن نسميه بعمل هش أو انه النسك يخدمون بدون اي ذوابط للقانون لا حماية اجتماعية لا حد الأدنى ديالالأجور لا تصريحات لا ظروف ديالالعمال هذو العمال لما عندهنش الفرصة على اساس انهم يلتحقوا بالنقبة وعلى حسب الاستقراءات والأبحاث اللي كنديروا احنا في المحمدية كيمجموعة ديالناس اللي كيخدموا خارج القانون وهذا خارج القانون بل فيهم احتد دولة بمفهومها كالدولة حتى هي كتشجع العمل خارج القانون نعطي النموذج ديالحراس ديالمؤسسة التعليمية نعطي النموذج ديالعمال نظافة نعطي النموذج ديالحواج للدولة هي طرف فيهم ولا تحترم القانون إذن هنا بحيلة الدولة كتشجع القطع الخاص أو أصحاب الرأسمان على اساس يمضيوا في الخرق ديال القانون كيمجموعة التانية هو مستوى ديالمجموعة ديالشركات أو العمال اللي عندهم تمتع بواحد الحد الأدنى نسبيا ديالقانون ولكن اللي كان عيش فيه كان عيش فيه عدم الوجود أو عدم إشاعة التقفة ديال الحوار وديال التعامل مع النقابات وكان الخط النظم أعتقد هو المحاصرة ديال العمل النقابي هي الطرد للنقابيين لأنه مجموعة ديالأرباب العمل يعتبنون بأنه النقابة هي كلفة زائدة العمل لأنك تفيق العمال بشيطارهم بالحقوق ديالهم إذن الطرح هو أنه نجريه على النقابيين وكان واحد مجموعة ديالقطاعات اللي هي قطاعات مهيكلة التي تنعيش فيها حوار منفهم ديال الحقيقي ديال الحوار ما بين النقابة وأرباب العمل واللي فيها تحسين ديالأوضاع ديالطبقة العاملة وتطوير ديالها وهذا شيء ناتج على أساس أنه النقابة تقوم بدورها ديالتأطير ودير الرقي ودير التطوير ديالعلاقات المهنية لأننا نعتبره يمكن أن نطوير جميع الألية ديال الإنتاج إلا الإنسان من هذا المدخل ديال النقابة نوفر الشروف ديالرفع المناظر ديالإنتاجها وهذا هو المشهد العامي تنعيشوه داخل المحمدية وأعتقد هو داخل المغرب نعم بخصوص تدبير الجماعي دي المحمدية يعني الوضع الحالي دي التدبير دي المدينة المحمدية كنشوفوا الآن تدبير الكاريتي دي التدبير دي المدينة يعني كتعيش بواحد إنارة غير كيفية شوارع غير موهية المرافق مهملة دي المرافق الخضراء التي يمكننا استشهد الحديقة دي التمنتاش نوينبر التي يتوجد بالقرب من المحطة القدار المدينة يعني مجموعة من المرافق مهملة والخدمات مهملة بالمدينة المحمدية كنشوفوا يعني التدبير الكاريتي دي المدينة والأسف نعتقد بأن هذه المدينة ضربها شيء لعناء واش من السماء أو من الأرض المهم ضربها لعناء وهذه المدينة اللي اسمية ديها عزيزة على المغربة لأنه سميت باسم الراحل محمد الخاميس وهي مدينة كانت تعتبر إلى حدين بعيد من أجمل مدول مغربية وكانت تسمى بمدينة الورود ومدينة الظهور ومدينة الرياضات الجميلة وكانت كذلك عرفت واحد طفرة صناعية مهمة في النهاية دي الثمانينات بتشييد مجموعة دي المحطات الصناعية الكبرى يعطيت واحد نفس كبير لهذه المدينة باش أنها تكبر باش أنها تولي بالحجم اللي ولد فيه ولكن الأسف هتسير الجامعي ما أتى الله بي من سلطان مش هال الولايات السابقة مجموعة دي المنتخبين يأتون بسلطة المال كيتسلطوا على الرقاة دي السكان دي المحمدية كي يولي لهم ديهم كيفاش يرجعوا الأموال التي صرفوها بمناسبة دي الانتخابات وهم ما كيكونش هو التنمية دي المدينة المحمدية إذا المحمدية في هذه التجارب كلها أعتقد هذه الثلاثة الأخيرة فقدت هذا الطبع الأخضر ديالها اللي كانت فيها مجموعة دي النخيل في كل مكان ومجموعة دي الحدائق واليوم تحولت إلى غابة من الإسمنت في كل الأمكينة بل أنه كين تعمل نطق اللي كان فيها الترخيص ما كيفوتش طبقين ثلاثة اليوم اللي نعلى الكورنش دي المحمدية كان بنية واحتل ستحتل السبعة أقرابين نوصلوا للسماء إذا هذه لعنى قاسة المدينة ديال المحمدية والتجارب كلها لديها لحد الساعة من غير التجارب اللي كانت سابقا في التمانينات اللي كانت ضغطتها واحد دفعة بالنسبة لمحمدية اليوم نعيش وتراكم ديال التجارب لمجموعة ديال الصحاب الشكورة كي تسلطوا على تسير ديال المدينة ديال المحمدية وما عندهمش أصلا ممكن يقدموه في هذا المجال هدية وهمهم هو كيفاش أنهم يراكموا الطروات ديالهم على حساب الراحة والعيش الكريم ديال السكان ديال المحمدية دعم بخصوص ملف سامير وبصفتك سليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية سلعة البترول والغاز فين وصل ملف سامير وما هو أسباب تأخر يعني عودة سامير للشغال بالنسبة للسامير نعيش على جريمتين متكاملة الأركان في هذه الطروة الوطنية اللي كتمتلها هذه المؤسسة بالتاريخ التقيل ديالها وبالمساهمات المتعددة ديالها المالية والاقتصادية والاجتماعية وما أحواج المغرب اليوم فهذه الشركة على أساس تكون داخل المعادلة الطاقية باش نحميه المواطنين من هذا الغلاء الفاحش لتتعرفه المحروقات والتهديد للتزود ديال البلاد في إطار هاد سياق زيو سياسي اللي تنعيشوه اليوم اللي هو مفتوح على كل المخاطر كما قلنا سابقاً لسامير تم بناؤها بقرار سياسي في العهد للحكومة الوطنية الأولى وتم تخوصتها في سبع وتسعين بقرار سياسي واليوم إحياء ديالشركة ديالسامير يتطلب قراراً سياسياً وإرادة حقيقية من قبل الدولة لأنها حجم الاستثمارات ما هو استثمارات تقيلة اليوم كانت مجموعة ديال المهتمين مجموعة ديال الدول بالاقتناء ديالشركة ديالسامير والإعادة ديالإحياء ديالها حيث اللي كانت طلبهم اليوم هو أنها السلطة أو الدولة تفتح الباب لهذا المستميرين وتعطي لهم خوكلة مهم وتقلب على المستمير ربما لكي يتماشى مع السياسة العامة ديال الدولة بالنسبة للمستقبل وننقذوها المقاولة وننقذوه كل مكاسيب لكالدان وبالمناسة لربطنا المحمدية مع الشركة ديالسامير لسامير هي 4.500 منصب شغل هي جوجة المليار ديال المصاريف التابتة والمتحولة بمعنى 200 مليار اللي فيها واحد جزء كبير ديال الأجور لكي تدخل داخل الاقتصاد ديال المحمدية أعتقد بأنه اللي في واحد شوية ديال الضرر ديال الإيمان أو الضرر ديال الانتماء لهذا الوطن يجب عليها أن يديني هذا الوضع ليوصلت له الشركة ديالسامير وأن يعمل على المساعدة في إيجاد الحلول والحلول ره موجودة لسامير يقصد تبع الدولة هذا هو الخيار اللي كان طرحه اللول يمكن تتبع المغربة عبر اكتتاب الجمهور وكين خيارات أخرى كل ما ينقص هو الشرط ديال الإرادة السياسية الذي نعتقده ما زال غائبا لحدود الساعة بالصفتك السليمني عضو المجلس الوطني لتقوم في ديرالية ديمقراطية للشغل أين وصل الحوار الشيماعي بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل وأين وصل السنفيذ اتفاق أبريل 2022 وفيما يتعلق بالحوار ربما بدلنا الكاروسري وركي المطور ما زال هو في حكومة الإسلام السياسي كان الباب للحوار مغلق وأنه إحتئين فتحة فتحة تحت عنوان التشاور وليس عنوان الحوار الحكومة اليوم ديال المال السياسي زعمتش شوية وصلت لتوقيع ديال الاتفاق في أبريل 2022 وكان إسراء ديال كونفدراليه ادد فيها اتفاق واضح ديال الاتفاق قد حولت زيادة العامة في الأجهر لأننا نعتبروا نسمة تدخم الغلاء اللي وصلت فيه الأوضاع اليوم تقتضي التعويض للطبقة العاملة والموظفين في القطاع الخاص على الأضرار الناجمة عن الغلاء ديال المعيشة وكذلك بالنسبة للعموم للشعب الغريبي يجبوا دعمه في المواجهة ديال هذا التحطيم أو التهشيم ديال القدرة الشرائية ولكن لا أسف تبين من بعد بأنه الحكومة بمعنى كان واحد نوع المهدنة اللي يمكن يبين بأن الحكومة ربما تستعد إلى المرور إلى السرعة القسوة ولعل ما وقع في النظام الأساسي ديال التعليم اللي كان فيها الحوار مفتوح ما بين نقابات وما بين الحكومة فإذا الوزير هرب النقاش وطرح الموضوع على الحكومة دون الجواب على المطالب الأساسية اللي كان طرحها النقابات وكذلك اليوم التحضير بالنسبة للقانون للإضراب والقانون للنقابات ولعل الواقعة أو المهزلة اللي وقعت في القضية ديال التأسيس ديال النقابة ديال الربابينة أعتقد بأن الحكومة بذاتك تطبق القانون الجديد ديال النقابات وديال الإضراب قبل ما تنزلوه وما تعتمد عليه إذ إنه لا يمكن أن نقبله في 2023 على أنه يتمنع شي واحد على أساس أنه يدير النقابة وهذا الهيستيريا لأصابت الدولة في هذا الملف ديال الربابينة يبين بإننا وإحنا فلكم في دير النسير وفي الطريق الصحيح بإننا نخلعه ولذلك بإننا سنبقى بهذا الطابع ديال النقابة ديال الشعب ولن نتنازل على التساق بهموم وقضايا الطبق العاملة وهموم وقضايا الشعب المغربي بمشكل عامل شكرا جزيلا الأخيماني على كل هذه التعليقات شكرا جزيلا متابعي الكرام على حسن المتابعة ونضرب لكم أيضا جديد